الشرق والغرب فن الحوار كان عنواناً لمعرض فنين وندوة فكرية احتضنتهم العاصمة البريطانية لندن في واحد من أهم صروحها السياحية والحضارية ألا وهو فندق دوشيسا الفعالية نظمها رجل الأعمال المصري شفيق جبرى الشغوف بفن الاستشراق وتفعيل لغة الحوار الحضاري بمشاركة مجموعة من كبار الساسة والإعلامين ورجال الأعمال لاستعراض حالة التحاور الإيجابي التي كانت موجودة إبان مساهمة المستشرقين والفنانين التشكيليين في تأسيس جسور التواصل بين الشرق والغرب بمنعاً عن القنوات الدبلوماسية نحن نطلق مبادرة جديدة مبادرة أنا أطلقها كمواطن مصري وعربي المبادرة دي مرتبطة بجدية الحوار ما بين شباب العرب وشباب الغرب أنا أعتقد أننا في العهد الحالي هناك حجم كبير جدا من خلفات في الرأي وخلفات في الرؤى ما بين الغرب والشرق ولذلك أنا رأيت أنه من المهم أن يكون هناك حوار جاد ما بين الشباب العربي والشباب الغربي ولكن بإسلوب مختلف وانقسم نشاط الحوار بين الشرق والغرب إلى فرعين الأول بعنوان عولمة مبكرة وما يعلمنا له رحالة المستشرقون اليوم شارك فيه الفنان المعروف حسين فهمي وممثلين لأشهر دور المزادات الفنية في بريطانيا كسوفبيز وكريستيز وكانت عدسة الثقافية التقت بالفنان حسين فهمي في حوار عن ثقافة التفاهم بين حضارات الأمم المختلفة علاقة ما بين الشرق والغرب طول عمرها كان فيها شد وجذب خصوصا مع بداية الاحتلال الذي جاء إلى الشرق من دول الغرب وبالتالي هناك تخوين من الشرق للغرب دائما مهما كانت هناك محاولات للتحدث أو الديالوج زي ما بنسميه لكن دائما هناك إحساس بتخوين المستعمر الذي جاء إلينا من الغرب وهناك أيضا عدم قبول للآخر أما الفرع الثاني فكان بعنوان ما بعد دبلوماسية الحكومات كيف يمكننا معالجة التحديات الغربية والشرقية والمساهمة في بناء الجسور وشارك فيها السفير البريطاني الأسبق في المملكة العربية السعودية السير شيرارد كوبر كولز ورئيس التنفيذي لشركة شبوكشي للتنمية والتجارة في المملكة حسين شبوكشي والفكرة كانت تقديم وسيلة التواصل ما بين الشرق والغرب عبر أمثلة خاصة بالتواصل ما بين الشعوب وليس فقط ما بين الحكومات واستشهت بهذه المسألة القديمة الموجودة من وصول رحالة غربيين إلى جزيرة العربية وانتقال تجار عرب إلى دول الشرق الأقصى ودول أوروبا ونقل حضاراتهم وثقافاتهم إلى البعض الآخر وهذه تجربة ناجحة وطبعا عندنا المثل الأكبر هو موضوع الحج نفسه التقاء الحضارات والثقافات من كافة أنحاء العالم في بقعة واحدة وانصهرها عبر السنوات وعبر الأزمنة وعبر التواريخ المختلفة حوار الشرق والغرب عمل على تكريس أفاق التحاور وتحدياته وسبل تجاوز المعوقات التي تحول دون إيجاد تفاهم حقيقي يراعي الخصوصيات وثقافات ويحترم الآخر مد جسور التفاهم بين الشرق والغربي رسالة حملها معرض فن التحاور والندوات التي أقمت على هامشهي في مبادرة تحاول وضع معادلة العلاقة بين شعوب العالم في إطارها الحضاري الصحيح محمد القباني للثقافية لندن